موسيقى 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 زي ما قلت من شوية مجموعة من خيرة المهندسين عندنا خرجين نهندسة صلاة جامعة حلوان عملوا ارتكار نظام تعليمي جديد أطلقوا عليه موسيقى لأن عما كان لدينا مساكلة فكان الفكر ان احنا عندنا عداد كبيرة وطالبة تبقى موجودة في المحاضرات او في المدارس تبقاش سمع ولا شايف الكلام فالفكر ان احنا عشان نحل المشكلة ديت حباب الفكر التقليدي ان احنا نجيب زي نبني مباني جديدة او فصول او اماكن محاضرات جديدة فنحن نقول ان احنا عايزين نعكسها بحيس ان احنا مهما كان العدد كبير الطالب يبقى قاعد وشايف واستمع كل كلمة بتتكتب وبتتقول له هو موجود في المحاضرة برغم العدد الكبيرة فنحن نجيب فكرنا ان احنا نحاول اي سطح عادي زي الابوردة او الصبور التي موجودة في المحاضرات العادة العادية الانتر اكتب وويد بورد كل الكلام اللي بتكتب فيها بيتنقل الطالب موجود في المحاضرات او الفاصت عن طريق ناتورك او شبكة موجودة في الفاصت او في المحاضرة بتتنقله على اللابتوب الخاص به يقدر اسمع الدكتور وهو بيقول الكلام على 걸리ق الهنسة متوصله بالاب التوب الخاص به كمان يقدر يوصله كل الكلام اللي بيكتب على البورد ويتنقله ويوصله على البورد الخاص به لو شاء سأل سؤال كمان لا يحصلش الانترابشن في المحاضرة بيكتب السؤال على البورد الخاص به هو بيتنقل على البورد للدكتور يقدر يعمل لسميه او حفظه للداتا كلها اللي موجودة عنده فيللاكتور بحيث ان كل الداتة تبقى موجودة للطالب وسهلنا كده العملية التعليمات انت دخلتوا مسابقات خدتوا فيها جاهزة احنا يعني الحمد لله كنا شاركنا في مسابقة مدين ايجيبت صنع في مصر اللي فاتت كنا الحمد لله حصلنا على المركز الاول في المسابقة كمان كنا في اليوم الهندسة من مصر يأخذنا احسن مشروع تخرج بتصويت الجماهير اللي حضروا اليوم وكمان كنا كان في مسابقة اسمها انجاز ديت مسابقة بتحاول تساعد الناس او الطلبة او الناس اللي بتبدأ مشاريع صغيرة انهم يحاولوا مشروعهم دوت لشركة فاحنا دخلنا بالمشروع دوت قريدي في المسابقة الحمد لله كمان كنا من الفرق الكاسبانة في المسابقة كنا كمان الفريق المصري والعربي الوحيد الوصل لنهائيات مسابقة جلوبال جونيور تشالنج ديت في ايطاليا بس العسف مقدرناش نسافر في المسابقة عزم جدا لكن عايز اعرف بقى ايه الاليات عشان نحاول الفكرة دي الى حيز التنفيذ انها تكون قابلة للتنفيذ فقط هو احنا وريدي يعني في الخطوة في الفترة الحالية احنا بنحاول نحاول المشروع دوت ان احنا نبني على اساسه شركة فاحنا بنعمل ايه في الفترة الحالية احنا بندور على انفستمت او زي مستثمرين يساعدونا في ان هما برأس المال بحيث ان احنا نحاول المشروع دوت لشركة واحنا وريدي فيه هيئات دلوقتي بتساعدنا بحيث ان احنا نعمل زي بزنس بلان نعرف ازاي نسوق للمنتج دوت في ايطار ان احنا نحاول البرودكت بتاعنا او المنتج بتاعنا لشركة فقط يعني هل ممكن نتوقع قريب يكون فعلا عندنا هذا النظام الجديد في التعريب؟ بالضبط ما هو دوت اللي احنا فعلا يعني احنا شغالين على كده حتى متفرغين للموضوع دوت كل حديث التخرج متفرغين للمشروع بحيث ان احنا فعلا مؤمنين بالفكرة وعايزين نطبع وريدي يعني في المشروع عظيم جدا ربنا وفاقكم ان شاء الله بشرك جدا اتمنى لكم التوفيق وحنتبع معكم ان شاء الله عزب مشروع وانا حبيت اقدم موانس محمد رفعت هو نموذج لزملاء السبع اللي معاه اللي قدروا يبتكروا هذه الفكرة مصر من غير تعليم لن ينصلح احوالها فبالتأكيد لما عندنا شباب متميز زي دي يفكروا بالفكرة دي وطرق على حيث التنفيذ بالتأكيد احنا يعني العائد هيكون لكل مصريين ان شاء الله بشكلكم جدا